إلى قصر العدل توجهت الصحفية ديمة الصادق للتحقيق معها في دعوة القضح والذم التي رفعها حزب الله بحقها على خلفية اتهامه لها بإصدار موقف على صفحتها على الفيسبوك تتهم فيه شخصيات من الحزب بالفساد وبعد حوالي ساعتين من الاستجواب خرجت ديمة برفقة محاميها ورئيس مجلس إدارة الألبي سي بير الظاهر بسند إقامة بانتظار أن يقرر القضاء مصير القضية تحقيق سر بعده اليوم وفيه تفاصيل ما قادرين نحكي فيها إنما بدي ألحظ ثلاث شغلات أساسيات قادرين نحكي عنها أولا اليوم الصحفية دي مصادق احترمت القضاء اللبناني وتحت جناحي إجت قدلت بكل شي وأكدت عدم ضلوعة بأي من الأمور اللي نسبت لألة وعدم علاقة لألة بأي من الأمور اللي تنشرت بالإعلام واللي موجودة حقيقة بالشكوة لازم ظل تحت ثقف القانون لأنه تنحفظ أو يعني يتم معالجة الموضوع قضائيا وبالتالي أنا بمتنع عن أي تصريح المحامية وطبعا رئيس مجلس حتى على بيسبوت وتويتر كمون رئيس مجلس إدارة مؤسسة هن اللي بيتولدوا التصريح بها بس أنا كتير مرتاحة كتير 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 مرتاحة ما في شي بالشكوة اللي بيقلي أنه لا الصحفية ديمة صادق ولا الالبسي أخذت موقف من أي جهة سياسية وخاصة بهات الدعوة اللي فهمت أنه الشكوة مؤدبة من شهر إيب مش من هلأ ما شفت فيها شي وكان عدد من الصحفيين من أغلبية وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة اعتصموا أمام قصر العدل تضامنا مع ديمة وحرية الإعلام للأسف خطوة غير موفقة وغير محصوبة كمان على الأكيد من أكبر الأخطاء الوجوء إلى القضاء لمواجهة الإعلام اللي عم بيقوم بشغله ومش أكتر اعتماد على ستيتس نزل على السوشال ميديا مش صحيح أنه دي مصادق آلته وبالتالي قدرته يعني عدم تحقق جيشه الإلكتروني من ستيتس ما أو من قول منسوب لشخص هيدا بعتقد يعني غلطة كبيرة فيها حزب الله وبتخوف للمستقبل بكرة ممكن يقول عن أي شخص أنه هو آل هيك على السوشال ميديا علما أنه بيعرف والناشطين الإلكترونيين تبعوله بيعرفوا أنه بيقدروا يتحققوا من هالشيء إذا مظبوط أو لا أنه نحنا مجيين بس نتضامن مع ديمة جين نحيي ونشجع حزب الله للجوء إلى المؤسسات بها المناسبة أنا بحب أسألك التالي أنه مظبوط عم نتضامن مع ديمة صادق لأنه الإعلام أنا برأي بهالأيام مقدس أنه اللجوء إلى القضاء هو شغلة كتير كتير مهمة لأنه الصحافة مثل أي إنسان عادي هو طبعا يخضع إلى القانون وإنما في شغلة أساسية طرحتها الإشكالية وهي أنه بالنتيجة قدمت الدعوة أو قدمت الشكوى قدم قاضي الجينيات وهذا أمر لا يجوز وفي عكار نظم عدد من الأعلميين وقفة ضامنية رمزية مع ديمة صادق أمام سراي حلب الحكومي في حضور النائب نضال طعمة وعدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني